قام مقهى بلوندن بابتكار طريقة لوضع صور الزبائن على القهوة أثناء تقديمها من خلال مكينة تستغرق أربع دقائق لعمل القهوة يرسل زبائن صورهم من خلال التليفون للمقهى ومن ثم يحملها العاملون هناك على الطابعة الخاصة بالمكينة التي تستغرق حواله دقيقة ونصف لطباعة الصورة ويعتبر هذا النوع من المقاهي الأول من نوعه بلوندن ليستخدم ذلك النوع من الطابعات التي تطبع بملونات غذائية بلا طعم